اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك بعض من التصريحات الذي شهدتها الاسواق حيث اننا شاهدنا بعض من التصريحات لاعضاء الفيدرالي وشاهدنا رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية دالاس السيدة لوري لوغان الذي صرحت من ان البنك المركزي الامريكي قد يحتاج الى استئناف رفع اسعار الفائدة لمنع الانخفاض الاخير في عائدات السندات طويلة الاجل لعشر سنوات الذي قد تراجع من خمسة بالمئة الى اربعة بالمئة وايضا يأتي ذلك التصريح بعد ان صرح رئيس الفيدرالي في ريتشموند السيد توماس باركن حيث ان رفع اسعار الفائدة لا يزال مطروحا على الطاولة وايضا اخواني العزاء شاهدنا السيدة لوقان قد صرحت ايضا انه اذا لم نحافظ على ظروف مالية متشددة بما فيها الكفاية فهناك خطر من ان ينتعش التضخم مرة اخرى ويعكس التقدم الذي احرزناه هذه التصريحات كانت كفيلة بعمل تذبذبات في الاسواق وشاهدنا ردة الفعل الذي حصلت على الذهب وتراجع الذهب مجددا لكن هناك تطورات جيوسياسية حدثت في المنطقة حاليا هناك نوع من التوتر في الشرق الاوسط تصريحات وتحركات عسكرية واخرى تصريحات عسكرية لتوسعة رقعة الحرب الحالية فعلى هذا الاساس شاهدنا ايضا الاسواق تدخل في حالة العدم يقين وايضا شاهدنا نوع من التخوف والتذبذب اخواني العزاء في اسعار الذهب ولكن اخواني العزاء هذه الفقرة الذي تحدثنا فيها بشكل ملخص عن اهم الاحداث الجيوسياسية والاقتصادية الفندمنتل وننتقل اخواني العزاء حاليا الى فقرة تحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس ونشاهد اخواني العزاء على الشاشة بالرغم من هذه البيانات والتصريحات الاقتصادية لا يزال يتمحور المؤشر حول نقاط هامة جدا وهي مستوى نقطة المحور ونقطة البايفيت مستوى 102.500 نشاهد سعر الاغلاق السابق يلتحم معه بالخط البنفسجي المتقطع والمنقط نشاهد مستوى 102.435 يلتحم سعر الاغلاق السابق مع نقطة المحور نهيك عن الداون تريند خط الاتجاه الرئيسي الهابط منطقة قوية جدا ومحورية حاليا يفشل مؤشر الدولار الامريكي في تخطيها واذا استمرت الاسعار ادناها قد نشاهد ارتداد لمؤشر الدولار الامريكي في ظل القناة الرئيسية الهابطة ليهبط صوب مستوى 100.450 وننشاهد قوة قادمة لمؤشر الدولار الامريكي الا بتخطي مستوى 102.500 وتحقق ساعات ولمن يستفسر عن شروط الاختراق قد قمنا بعمل ويبنار سابق تجدونه في قناتي على اليوتيوب مفصل لشرح اسرار الكسر والاختراق الحقيقي وكيفية التمييز بينه وبين الكسر والاختراق الكاذب وايضا بعض من النماذج الفنية مثل الارتداد وغيرها اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج اليورو دولار نشاهد زوج اليورو دولار يتماسك اعلى الابتريند لاين واعلى الدعم الماثل عند مستوى الواحد فاصلة صفر ثمانية الاف وستمائة والذي اشترطنا لاستئناف السلبية هو كسره ولكن شاهدنا تماسك اعلى هذا المستوى ونعيد اخواني العزاء لننشاهد تأكيد على انهاء الموجة التصحيحية الهابطة ونشاهد مكاسب فعلية وانطلاق للزوج الا باختراق مستوى الواحد فاصلة عشرة الاف حيث ان اختراقها سوف تقود الزوج للانطلاق صوبة 11000 و12500 على المدى المتوسط نتحدث ولن يلغى هذا السيناريو ونشاهد هبوط قادم الا بكسر الواحد فاصلة صفر ثمانية الاف وستمائة يبدو لنا اخواني العزاء ان الاسواق تتحرك في مناطق هامة جدا بحذر ومناطق حساسة يفضل الانتظار حتى يتم التعامل مع مفاتيح الاتجاه ولدينا مفتاح الاتجاه للزوج هو مستوى الواحد فاصلة عشرة الاف اذا اخواني لعزاء ننتقل الى تحليل زوج الباوند دولار ونشاهد زوج الباوند دولار يرتد اعلى مستوى الواحد فاصلة 27300 مستقرا اعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واعلى سعر الاغلاق السابق وثبات الاسعار اعلى المستويات المذكورة قد تقود الزوج لموجه من المكاسب تستهدف الواحد فاصلة 29000 و1.31000 على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو التفاولي الا بعودة الاسعار ادنى الواحد فاصلة 26000 اذا اخواني لعزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الياباني يتراجع الزوج مجددا بعد ان فشل بتخطي مستوى 145 ين ونصف مقابل الدولار الامريكي الواحد وحاليا اخواني لعزاء لا يزال السيناريو الايجابي هو المرجح فنيا ولن يعود الزوج الى القناة الرئيسية الهابطة الا اذا نجحت الاسعار بالعودة مجددا دون مستوى 142 ين ونصف مقابل الدولار الامريكي الواحد اذا اخواني الرئيسية الهابطة ثبات الاسعار ادنى مستوى 0.86 لا يزال يرجح الكفة السلبية الذي قد تستأنف الهبوط مجددا صوب مستوى 0.84 وقد نشاهد الامتداد الى مستويات الـ 8500 اذا اخواني لعزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي ونشاهد اخواني لعزاء لا يزال الزوج تماسك في ظل السيناريو الايجابي اعلى الاستمرارية التداولات اعلى مستوى 0.66 1700 لا يزال يرجح السيناريو الايجابي الذي قد نشاهد من خلاله امتداد المكاسب الى مستوى 0.68 1300 ولن يلغى هذا السيناريو الايجابي الا بكاسم مستوى 0.66 1700 اذا اخواني لعزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الامريكي ونشاهد الاسعار لا تزال تتماسك في ظل السيناريو الايجابي ومثل ما ذكرنا السلفا ثبات الاسعار اعلى مستوى 0.615 لا يزال يرجح الكفة الايجابية الذي تستهدف مستوى الاربعة وستون الف اذا اخواني لعزاء ننتقل الى تحليل الزوج الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي وحتى اللحظة لا يزال السيناريو السلبي هو المهيمن وثبات الاسعار ادنى مستوى 1.34400 لا يزال من خلاله يرجح السيناريو السلبي الذي قد يستأنف الهبوط مجددا صوب الاثنين وثلاثون الف خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو السلبي الهابط الا بعودة العزاء ننتقل الى تحليل الزوج الباوند يانا الملقب بالمجنون نشاهد الزوج لازال تداول حول سعر الاغلاق السابق وحول نقطة المقاومة الماثلة عن مستوى 184.500 والذي اشترطنا لاستئناف المكاسب وخلق الفرص الشرائية تخطيها وحتى اللحظة لنزال نتمسك بالسيناريو الفرعي الصاعد طوال ما ان الاسعار تتداول اعلى مستوى 182 مقابل الجنيه الاسترليني الواحد ولكن لن نشاهد تأكيد على استئناف الصعود الا بتخطي 184.500 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج اليورو نشاهد ان زوج اليورو لا يزال يتداول في ظل السيناريو الايجابي وحتى اللحظة الثبات اعلى المتوسط المتحرك واعلى مستوى لن نغير نظرتنا الاجابية للزوج الا بكسر 155 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج اليورو مقابل الجنيه الاسترليني ولا يزال السيناريو السلبي الهابط هو المهيمن على الزوج حتى اللحظة فبات الاسعار ادنى 0.82500 يرجح الكفة السلبية ولن نشاهد استئناف للخسائر والموجة البيعية واذا نظرنا على فريم الساعة مستوى 0.6800 قد نشاهد فعليا خلق فرص بيعية تستهدف الـ 85500 وقد نشاهد الـ 85000 على المدة القصير ولن يلغى هذا السيناريو الا بعودة المراكز الشرائية على مستوى 0.6800 إذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الليرا التركية وتحدث مرارا اخواني العزاء لا امال في هبوط الزوج بتاتا في التداولات السابقة وها هنا نقترب قابة قوسين او ادنى من منطقة الثلاثون ليرا مقابل الدولار الامريكي الواحد ومثل ما ذكرنا ثبات الاسعار اعلى 29 ليرا ونصف مقابل الدولار الامريكي الواحد لا تزال تؤهل الزوج للانطلاق صعوب تحقيق الثلاثون ليرا وثلاثون ليرا ونصف ايضا مقابل الدولار الامريكي الواحد ولن يشهد الزوج تصحيح حقيقي الا بكسر 29 ليرا ونصف اذا اخواني لعزان انتقل الى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الامريكي نشهد البيتكوين يتوحش وحتى اللحظة تأكيد الاختراق للاربعة واربعون الف وخمسمائة دولار يقود البيتكوين للانطلاق صعوب الاربعون الف وخمسمائة دولار وخمسون الف دولار الذي قد يسجلها للمرة الاولى في العام الالفين واربعة وعشرين كقمة قياسية له في هذا العام اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل اليفيريوم مقابل الدولار الامريكي نشاهد اليفيريوم هو الاخر لا يزال يتمسك بالمكاسب في ظل تكوين مراكز شرائية على سعر الاغلاق السابق وحاليا هناك محاولات لبناء مراكز شرائية اعلى متوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم واذا نجحت الاسعار بالتمركز اعلى متوسط المتحرك على الفريم الزمني الاربع الساعات قد تمتد مكاسب اليفيريوم على لمستوى الالفين اربعمائة وخمسون دولار وعلى المدى المتوسط قد نشاهد مستوى الالفين وسبعمائة دولار اذا اخواني لعزا ننتقل الى تحليل الريبل مقابل الدولار الامريكي نشاهد الريبل يتماسك اعلى سعر الاغلاق السابق والثبات اعلى الخمسة وخمسون سنت يدعم الريبل لاستهناف الصعود لتحقيق مكاسب ومحو الخسائر السابقة واستهداف ثمانية وستون سنت اذا اخواني لعزا ننتقل الى حبيب الملايين ملك الملاذات الامن الذهب وكنا اخواني لعزا قد تحدثنا في بداية هذا التحليل في التحليل الاقتصادي الفنديمنتل تحدثنا اخواني لعزا عن تصريحات لاعضاء الفيدرالي وتحدثنا انه حذرت رئيسة البنك الفيدرالي في ولاية دالس السيدة لوري لوغان من ان البنك الفيدرالي قد يحتاج الى استئناف رفع اسعار الفائدة لمن الانخفاض الاخير في عائدات السندات طويلة الاجل لعشر سنوات الذي انخفضت من 5% الى 4% من مخاوف من اشعال التضخم مجددا يأتي ذلك بعدما صرح رئيس الفيدرالي في ريتشموند السيد توماس باركن حيث انه تحدث عن ان رفع اسعار الفائدة لا يزال مطروح على الطاولة وايضا شاهدنا تصريحات السيدة اللوغان الذي تحدثت من خلالها انه اذا لم نحافظ على ظروف مالية متشددة بما فيها الكفاية فهناك خطر من ان ينتعش التضخم مرة اخرى ويعكس التقدم الذي احرزنا في الجولة الاخيرة فعلى اثر هذه التصريحات شاهدنا اخواني العزاء تراجع في اسعار الذهب بشكل فعلي دون مستوى الفين وثلاثون دولار ولكن مثل ما تحدثنا في الظل الظروف الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط شاهدنا تطورات عسكرية وتحركات عسكرية شاهدنا بعض من التصريحات العسكرية اخواني العزاء توحي وتنذر بتوسع رقعة الحرب فعلى هذا الاساس شاهدنا الذهب يتماسك مرة اخرى ويعود لاعادة اختبار مستوى الالفين وثلاثون دولار ولكن على الصعيد الفني اخواني العزاء بعيدا عن التحليل الاقتصادي نشاهد اخواني العزاء الذهب تحدثنا مرارا وتكرارا ان اهمية منطقة الالفين وثلاثون دولار والذي يلتح معها الاب وليس بالساهل حقيقة ان يتم كسر هذه المنطقة الذي عجز عن كسرها الذهب منذ الاربعاء الموافقة العشرون من ديسمبر الماضي الفين وثلاثة وعشرون وشاهدنا المحاولات تعود يوم الاربعاء الثالث من يناير وشاهدنا محاولات تتوالى ولكن هنا محاولات اخواني العزاء على فريم الاربع ساعات لم تتحقق شروط الكسر شاهدنا شمعة الكسر على فريم الاربع ساعات شاهدنا محاولات لعودة الاسعار اعلى الالفين وثلاثون دولار وهنا اخواني العزاء نطبق قاعدة السلوك السعري ومن لم يتابع شرح قاعدة السلوك السعري بامكانكم متابعة الويبنار وتجدونه على قناتي في اليوتيوب لنشرح من خلاله قاعدة السلوك السعري وكيفية تحقق الكسر والاختراق والارتداد والكسر الكاذب والحقيقي والتفريق بينهما سوف اضع لكم اخواني العزاء في صندوق التعليقات وسوف انشرها ايضا في قناة الواتساب لهذا الويبنار من اجل ان تراجعوا وتستفيدوا من هذه التحليلات الاستفادة القصوى اذا اخواني العزاء على فريم الاربع ساعات نشاهد الظهب يحاول تأكيد الكسر واذا نجح بتأكيد كسر مستوى 2030 دولار مقابل الانصة الواحدة على فريم الاربع ساعات اتحدث قد نشاهد استئناف الهبوط صوب 1985 كهدف اولي وقد نشاهد امتداد على لونج تيرم الى مستوى 1940 دولار مقابل الانصة الواحدة ولكن حتى اللحظة اخواني العزاء اذا شاهدنا على الفريم الزمني الساعة نشاهد الاسعار لم تحقق حتى اللحظة جميع الشروط للكسر وشاهدنا محاولات لاستعادة المراكز الشرائية على مستوى 2030 دولار وهنا لدينا مفتاح الجلسة الحالية للذهب هو مستوى 2030 دولار نتابع هذا المستوى بحذر شديد جدا ونتابع الاغلاقات من اجل ان نحدد المسار القادم اخواني العزاء وانا باذن الله دائما وابدا متابع معكم على النطاق الصغير اتابع تحديثات هذا التحليل على الفريمات الصغيرة من خلال منصة التيك توك في ظل فقرة تحديث تحركات الذهب الصباحية بعد افتتاح الاسواق الاوروبية والمسائية بعد افتتاح السوق الامريكي اتابع معكم واحدث من خلال منصة التيك توك ومن خلال قناة الواتساب المجانية والذي يمكنكم الانضمام اليهما من خلال الرابط المرفقة في صندوق الوصف اسفل الفيديو في التعليقات احب ان اذكر اننا قد توصلت ببعض الرسائل من بعض الاخوة المتابعين انه لديهم منصة التيك توك محظورة ولا يصل لهم التحديث الصباحي والمسائي وقد قمت بنشر هذه التحديثات في منصة تريدينج فيو بشكل مفتوح يمكنكم الاطلاع عليها من جميع انحاء العالم وسوف ايضا ارفق لكم الروابط في قناة الواتساب وفي خدمة البرودكاست وتستطيعون اخواني العزاء من لم ليستطيع الوصول الى منصة تيك توك الوصول الى هذه التحديثات عبر منصة تريدينج فيو اذا اخواني العزاء نعود الى فقرة التحليل الفنين ومثلما شاهدنا وتحدثنا اخواني العزاء الذهب حاليا يتداول في وضع حرج جدا بالقرب من مناطق محورية هناك تصريحات متضاربة من قبل الفيدرالي واحداث جيوسياسية مؤثرة على الوضع تحرم الذهب من ان يتعمق في التصحيح الذي يطمح له منذ الفترة السابقة فالى هنا نتابع الاحداث اخواني العزاء هل سوف الذهب يعود مجددا للصعود ويكتفي بهذا التحديث ام سوف يستمر في التصحيحات هذه الاجابات على الصعيد الفني نتابعها من خلال نقطة الالفين وثلاثون دولار مقابل الانصة الواحدة وسوف أتابع معكم اولا باول يمكنكم الاستفسار والتواصل معي مباشرة من خلال رقمي على الواتساب الذي تجدونه في صندوق الوصف وفي التعليقات ارحب بكم اخواني العزاء اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل النفط الخام ونشاهد اخواني العزاء النفط الخام حتى اللحظة يستجيب للتحليل الفني ويرتد ادنى الداون تريند لاين وتحدثنا مرارا وتكرارا في التحليلات السابقة ان مستوى الـ 75 دولار مقابل البرميل الواحد هام جدا وثبات الاسعار ادنى سوف يقود الخام لاستئناف الخسائر والموجة البيعية صوب مستوى 68 دولار والذي بكسرها سوف يتستمر خسائر الخام الى مستوى 63 دولار ولن نغير نظرتنا السلبية للخام الا بعودة المراكز الشرائية على مستوى 75 دولار مقابل البرميل الواحد اذا اخواني لعزاء ننتقل الى تحليل الفضة نشاهد الفضة تتمسك وتتأثر بالذاب تحاول ان تستعيد مراكزها الشرائية واذا نجحت الاسعار بالتماسك اعلى 23 دولار فعليا اخواني لعزاء قد تنجح الفضة بتكوين الارتداد وبدء الانطلاق صوب 24 دولار و25 دولار خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو الايجابي التفاؤلي الا بعودة الاسعار دون 23 دولار اذا اخواني لعزاء ننتقل الى تحليل الغاز الطبيعي نشاهد الغاز الطبيعي يحاول استعادة المراكز الشرائية وبالمجمل ثبات الاسعار على 2 دولار ونصف لا يزال يرجح الكفة الايجابية ولن نشاهد مكاسب جديدة للغاز الطبيعي الا بتخطي مستوى الثلاثة دولار حين سوف نشاهد انطلاقات قوية صوب 3.40 و3.85 سنت اذا اخواني لعزاء ننتقل الى تحليل قائد السوق الامريكي معشر الداو جونز الصناعي وانا اشاهد الداو جونز حتى لحظة اخواني لعزاء يتداول في ظل مناطق حساسة جدا وخطيرة جدا لانصح بالبيع والشراء من المستويات الحالية لان الداو جونز يعتبر اقرب الى العرضية الى النطاق المتذبذب والمتمحور حول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واذا طلعنا على الداو جونز على الفريم الساعة لم يتخذ مسار واضح اخواني لا عزاء ولا يزال محاولة لتكوين داون تريند لاين يحاول ان يكون خط اتجاه فرعي هابط ويكون مسار فرعي هابط لكن حتى اللحظة اخواني لا عزاء لن نصادق على سلبية الداو جونز في ظل المناطق الامنة الا بكسر 37000 ولن نفكر بشراء الداو جونز الا بتأكيد الاختراق ل37700 واستمرارية الاسعار فيما بينهما وصنفها على الصعيد الفني كحركة عرضية لا انصح بالشراء والبيع الا ان يتم كسر احد مفتاحا التداول وهما 37700 وباذن الله سوف نحاول ان نقوم ايضا بالتغطية للتحديثات لمؤشر الداو جونز في منصة التك توك وايضا على لمن لا يمكنه الوصول الى منصة التك توك بسبب الحظر في بعض البلدان اذا اخواني لعزاء ننتقل الى تحليل مؤشر ستاندردان الاسبي 500 وينجح الاسبي 500 ان يستعيد المكاسب وبالثبات والعودة على الاربعة 1700 قد نشاهد عودة حميدة للاسبي 500 يستهدف من خلال الاربعة 1800 واربعة 1900 ولن يلغى هذا السيناريو التفاؤلي الا بعودة الاسعار دون الاربعة 1700 اذا اخواني لعزاء ننتقل الى تحليل مؤشر النازدك الامريكي نشاهد النازدك ينتعش بعض الشيء مستفيدا من تراجعات مؤشر الدولار الأمريكي وحتى اللحظة أخواني الأعزاء إذا نجح النازدك بتأكيد الاختراق لمستوى 16600 ونجح ببناء المراكز الشرائية على متوسط المتحرك لمدة 55 يوم على فريم الأربع ساعات أتحدث سوف نشاهد خلق فرصة شرائية للنازدك تستهدف 17100 على شورت تيرم ولن يلغى هذا السيناريو إلا في حالة أن الأسعار فشلت بتخطي 16600 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الرسيل نشاهد أن الرسيل يحاول أن يستعيد المراكز الشرائية على مستوى 1980 وإذا نجح بتخطي 1980 قد نشاهد فعليا الدخول في موجة صاعدة شرائية تستهدف 2050 و200 على الشورت تيرم إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الفوتسي الإنجليزي نشاهد الفوتسي حتى اللحظة لا يزال يتماسك أعلى الدعم الماثل عند مستوى 7650 على سعر الإغلاق السابق التداول بهذا الشكل وعلى المستويات المشار إليها سوف تقود الفوتسي لاستئناف الصعود صوب 7800 و7900 على المدى المتوسط إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الدكس الألماني نشاهد الدكس ينطفض مجددا وإذا نجح ببناء المراكز الشرائية على مستوى 16800 واستمر بتلقي التعييد الإجابي من خلال التداولات على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد نشاهد استهداف 17000 و17400 على المدى المتوسط إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي نشاهد الكاك يحاول التماسك وعدم السقوط في بحر السلبية وإذا نجح بالحفاظ على المراكز الشرائية على 7400 قد نشاهد فعليا إعادة اختبار مستوى 7550 والذي باختراقه سوف يعود الكاك الفرنسي لموجة المكاسب ويمحو الخسائر السابقة ويعانق 7700 إذن أخواني الأعزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النيكي الياباني ونشاهد أخواني الأعزاء أن النيكي الياباني لا يزال تداول في ضل السينار الإيجابي وشاهدنا تداولات إيجابية بحتة ولن نشاهد المزيد من المكاسب فعليا وخلق الفرص الشرائية للمؤشر إلا بتخطي 33800 حيث أن التخطيات تمنح الضوء الأخضر للإندفاع صوب 34400 و 34800 على المدى المتوسط إذن أخواني الأعزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة